عبد الكريم الخيواني صحفي من اليمن يمارس مهنته في بئة غير مواتية واحد من ابرز الصحفيين المعارضين الذين شكلوا ولا يزالون قلقا للسلطات من خلال مواقفهم وكتاباتهم الصحفية التي تتعارض مع سياسات وتوجهات الحكومة الامر الذي يعده المراقبون انتهاكا لحرية الصحافة والصحفيين ما يتم في اليمن هو حالة مصادرة حرية التعبير حالة انتهك واسعة حالة قمع وتهديد وترهيب للصحف والصحفيين هناك صحف مصادرة كالصحيفة الأيام هناك عدد قضايا الصحفيين تبلغ حوالي مئة قضية امام محكمة الصحافة الاستثنائية هناك ايضا قضية امام يعني قضايا للصحفيين يحاكموا امام محكمة الارهاب تلاقي ممارسات الحكومية القائمة في قمع الصحفيين مع الاساليب والطرق القانونية اسفر عن اسوأ مناخ لحرية الصحافة في اليمن منذ عام 1990 بحسب المراقبين يحدث انه بعد حالة الانتهاكات الاعتراض التي تأتي على الانتهاكات تتم صياغة مشروع قانون لكي يبرر هذه الانتهاكات فنحن لسنا بحاجة للمشروع قانون يصدر من الان مركزي لانه حتى اسوأ من المشروع القانون الحالي ولا نريد ان يأتي لنا قوانين حسب العلاقات الشخصية او بناء على القرابة النظام الجمهوري والدستور اليمني يعطينا حقوق كاملة وبالتالي ما زلنا نتمسك بحقوقنا الكاملة بموجب الدستور الكامل السلطة القضائية هي الفيصر العادل التي يلجأ اليها الجميع بما فيهم الصحافيون لكنها في اليمن تنتهج نهجا اخر لا يوفر الامن والعدالة والانصاء لصاحب الحق كما يقول ضيفنا من اهم ما افرزته هذه المرحلة انها كشفت ان القضاء صار مجرد ساحة لتصفية حسابة السلطة يعني افقدت القضاء قيمته وكشفت ان القضاء غير مستقل باليمن بهذه الممارسات لان القضاء اصبح مجرد لعبة يلعب بها الحاكل تلعب بها السلطة لصالحها هذه القيود المسلطة على الصحف والصحفيين في اليمن تثير القلق في هذا البلد المهم استراتيجيا الذي وجد فيه المتطرفون الدوليون ملاذا لتنفيذ مخططاتهم المعادية للمجتمع المحلي والدولي عموما تصاعد الفعل ورد الفعل بين السلطات اليمنية والصحفيين يزيد من سوء المشهد الصحفي هنا في اليمن ويخبئ مفاجئة غير سارة بالنسبة للطرفين في المستقبل القريب عبد الكريم الشيباني لبرنامج اليوم على الحرة صنع